معنا عبر سكايم أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور طارق الزبيدي أهلا بك دكتور طارق أنا وسائل بحضرتك ومشاهديكم الكرام نعم أهلا بك رأينا أن الإطار التنسيقي أطلق مبادرة وبالتأكيد كان هناك ردود أفعال من قبل القوى السياسية المختلفة تجاه هذه المبادرة التي أطلقها الإطار التنسيقي ترى كيف تقيمون هذه الردود وهل فعلا هناك قبول حقيقي للمبادرة من قبل المستقلين تفضل في الحقيقة المبادرات هي ليست الأولى منها وحلا سيما أن الإطار التنسيقي قد قدم أكثر من مبادرة بحدود خمسة مبادرات سبقت هذه المبادرة ولكن العبرة هي ليست بالمبادرات ومضمون هذه المبادرة ولكن العبرة في مدى الاستجابة نعتقد أن المبادرات التي طرحت سابقا والمبادرات الحالية ومن ضمنها مبادرة التائر الصدري لم تلقي استجابة من قبل الطرف الآخر لاعتبارات كثيرة لعلى من أبرزها أن البعض يعتقد أن هذه المبادرة طالما صدرت تكتل آخر يعتبر مناوئ فهي مرفوضة قبل أن يعلن مضمونها ولذلك نعتقد أن هذه المبادرات الجديدة نعم دكتور اليوم أينا رأينا أن هناك اجتماعات للمستقلين لتحديد موقفهم من هذه المبادرة برأيك إلى أين يمكن أن يتجأ المستقلون فعلا إلى الإطار أم إلى التيار صحيحي الكرة في ملعب المستقلون ولكن نعتقد أن المستقلون لا توجد هناك كتلة واحدة تجمعهم مع بعضهم وبالتالي لا يوجد هناك قرار واحد وإنما هناك عدد من المستقلون هناك المستقلون منقسمون على أنفسهم إلى أقسام متعددة قسم يرغب في الذهاب مع الإطار وقسم آخر يذهب مع التيار وقسم ثالث القسم الثالث وهو الأكثر أعتقد أنه يرغب في الذهاب للمعارضة وعدم الاشتراك بالحكومة باعتبار أن البرنامج الانتخابي الذي رفع من قبل هؤلاء المستقلون دائما ما كان يؤكد على أنهم سوف يقومون بدورهم البرلماني في المعارضة لغرض تقويم العمل وبالتالي على جميع الكتر السياسية أن لا تحاول أن تعتمد احتماد كله على موضوع المستقلون باعتبار أن المستقلون أسباب كثيرة تجعلهم لا يمكن لهم أن يكونوا بيضة القبات وبالتالي نعتقد هذه الحوارات والتفاهمات الضرورية لغرض التفاهم ما بين التيار والإطار باعتبار أنهم أكبر على الساحة ولكن نعتقد أن المبادرات الموجودة لطالما هي موجودة من قبل طرف تجاه طرف آخر أو موجهة من قبل طرف تجاه طرف الآخر فالبعض الآخر يعتقد أن في هذه المبادرة أو تلك فيها مغانم ولا تحتوي في مكاسب له وبالتالي نحتاج إلى رؤية حقيقية واضحة لكل المبادرات الموجودة ونحتاج إلى قد تكون هناك مبادرات أخرى في المستقبل الحفرة ليس بما يكون هذه المبادرة ولكن أفضل ما نحتاجه بالوقت الحاضر مبادرة جديدة تأخذ بنظر الاعتبار أسباب فشل المبادرات السابقة لأنه عندما نضع أي مبادرة يفترض بنا أن نتابع المبادرات السابقة ومضامينها ما هي الأسباب التي جعلت هذه المبادرة غير لا تجد لها استجابة من قبل التي توجه لهم المشكلة الحقيقية في إطار المبادرات هو عدم قبولها من قبل الموجهة لهم المشكلة الحقيقية في إطار المبادرات أن مبادرة الإطار في مضمونها الأعام تحتوي على فكرة التوافقية والمبادرة التي يطلقها التيار الصدري في مجملها الأعام تحتوي على فكرة الأغلبية وبالتالي هناك تناقض بين فكرتان لا يمكن أن نجمع بينهما فكرة الأغلبية نعم صحيح وفي السياق متصل في الواقع لما تتفضل به من حديث وأيضا مجريات الأيام هل تشيي ترى أن التحالف الثلاثي لم يعد متماسكا كما في السابق وأنه على وشك الانفراط يترى بالوقت الحاضر لغاية الآن لا يوجد هناك تصدع واضح ولكن على المستقبل كل شيء جائز باعتبار في علم السياسة لا يوجد هناك ثوابت لا سيما نحن نعلم أنه موضوع التكتلات والأحزاب السياسية دائما ما تشهد انشقاقات ما بعد تشكيل حكومة في كل حكومة بمجرد الاتباعات والوكالات والعهالة المستقبل دائما ما نجد هناك اختلافات على موضوع التقسيم وعلى موضوع الحصص الموجودة في داخل هذه الكتل وبالتالي نعتقد أن الانشقاقات المستقبلية التي سوف تكون عقب أو عند قرب تشكيل حكومة هي الأكثر والأوسع ولكن كل ما نتمناه بوقت الحاضر إيجاد مشتركات ومقتربات يجتمع عليها جميع لدينا مرتكزات مهمة تخدم المواطن العراقي ولدينا هموم كبيرة قد يشترك فيها الجميع باعتبار أن متطلبات المواطن العراقي بوقت الحاضر الأمور الاقتصادية الاجتماعية الموازنة وغيرها قد تحتم وقد تكون مصدر ضغط على جميع الكتل السياسية لغرض إيجاد تفاهمات مستقبلية وفي حالة عدم مدد أي اتفاق ما بين الكتل سوف لن يكون أمامنا إلا خيار إعادة الانتخابات والدعوة الانتخابات موكرة قد تكون في السنة القادمة لغرض الحل لهذه الأزمة السياسية المعقدة ونعتقد أن تعقيد هذه الأزمة هو الأكثر والأعقد منذ 2003 ولغاية الآن نعم بكتور أختتم معك مع مبادرة مسعود برزاني التي سيطلقها قريبا هل تعتبر هذه المبادرة مؤشرا على تخليه عن أهداف التحالف الثلاثي واستراتيجته في تفكيك الإطار التنسيقي؟ لغاية الآن المبادرة لم تعلن ولكن أنا أعتقد أن المبادرات التي تنطلق من خارج الإطار ومن خارج التيار هي أفضل من المبادرات التي تكون داخل التيار وداخل الإطار لماذا؟ لأن دائما عندما يطرح التيار فكرته ترفض من قبل الإطار والعكس الصحيح عندما الإطار يطرح فكرة قد ترفض من قبل التيار باعتبار أنهما غريمان سياسيان وبالتالي واحدة من أهم أسباب نجاح المبادرات المستقبلية الحالية والمستقبلية هي عندما تكون مبادرات خارج إطار الكتل السياسية الحالية والتي تعتقد أنها كتل منافسة نعم كل الشكر لك دكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامع البغداد على هذه الإضافة القيمة كنت ضيفا عبر سكايب أهلا بك دائما ترجمة نانسي قنقر